النزاع استمر لسنوات بين سكان دوار الحماود القوارش منطقة المزاب وصاحب مقلع احتج السكان في اكتر من مناسبة لاجاد حل لمشكلة التلوث انتهت هذه الاحتجاجات باعتقال البعض منهم بعد ان تقدم صاحب المقلع بشكاية في الموضوع هذا الغبار كتنقل المنازل الساكنة اضافة الى الارادي الفلاحية المجاورة خصوصا ان هذا المقلع يبعد انطار قليلة عن الساكنة ومن بين المسألة اللي قامت بها هذه الشركة انها ترامت لوحة طريق عمومي يقول السكان باية المقلع لا يحترموا دفتر التحملات فيما يتعلق بالجانب البيئي غياب حزام باقي مليجيتم تما ودرتم معينة ديلكم بحث ديلكم مستوشيش رهنا يكينا يعني مكيش حزام باقي مما يتسبب في اضرار الساكنة اضرار صحية واضرار اللي هي مادية لكن لصاحب المقلع رأي اخر في الموضوع يقول بانه يحترم دفتر التحملات فهو يشغل الثامنية عشر شخصا من الدوار ومن المناطق الاخرى ويساهم في التنمية المحلية هذا المقلع الفائدة دياله انه كيدير كاربونات ومن بين هالكاربونات مادة من المواد الاولية الدواجين مهمة بزاف ومادة مهمة بالنسبة الوزين دي السكار احنا ما عدنا شي اجعاج ما عدنا شي تلووت ما عدنا شي حاجة بالنسبة المقلع كي ادي الواجب دياله الجامعة دياله لكن اللجنة التقنية بالجامعة توقفت عند بعض الملاحظات المتعلقة بعملية توسيع المقلع بدعوة ان صاحب المقلع لم يحصل على الترخيص اللازم قررت اللجنة توقيف الاستغلال بالمناطق الغير المرخصة مع تطبيق المسترق القانونية الجاربها العمال في هذا الشأن والآن احنا تنتظر القطاع الوصي وهو قطاع الجهيز المقلع نقدر نقول لكم بانك يحترم دفتر التحملات بنسبة ديالواح الـ 95% وهذا كان بالفضل ديال المجهودات اللي كتقوم بهم الفرقة ديال المراقبة المقلع اللي قامت مراقبة هذا المقلع خلال السنة الحالية الأربعان المرات لكن هناك عددا من المقلع المتواجدة بإقليم سطات لا تحترم دفتر التحملات تحدث ضررا بالبيئة وبالسكان كذلك نبي العوى المرئيس قسم التعمير والبيئة بعمل سطات يتوقف عند عدد من الخروقات في دفتر التحملات قامت اللجنة بغلق نهائي لخمس مقالع لا تحترم كناش تحملات نهائيا وتستغل المقلع بشكل عشوائي ومع أنها مرخصة وقامت كذلك بتوقف المؤقت لـ 24 مقلع وأنظرت 35 مقلع من أجل تسويط الوضعي القانوني والإدارية واحترم كناش تحملات 89 مقلعا بإقليم سطات تصل لعاب المستتمري بالنظر للعائدات الكبيرة لهذه المقلع ما يتير غضب المداثعين عن البيئة للأسف معظم أرباب هذه المقالع لا يحترمونها الدفتر التحملات على اعتبار أنه بعد انتهاء من عملية استغلال هذه المقالع لا يتم إعادة أو تهيئة هذه المقالع ويتم تركها في حلة متدهورة سواء على المستوى الفرشة الباطنية على المستوى القطاعات الترابية على المستوى المنظر الجمالي للمنطقة أغلب الطرق الإقليمية والجهوية بإقليم سطات تعرف تظهورا كبيرا بسبب الحمول الزائدة لشاحنات المقالع فالقطاع لا يزال مؤترا بظاهر شريف يعود إلى سنة 1914 تم تعديله مؤخرا لكن هذا لم يمنع بعد المستثمرين من خرق القانون وإلحاق الضرر بالبيئة شكرا